تقدم مستمر تحرزه الميليشيا في مسيرة القضاء على الدولة والشعب في آن فبعد أن هوت السلطة بيدها قبل أكثر من عام تهاوت كل مقاومات الدولة الأمنية والاقتصادية واحدة تلو الأخرى حتى أصبح الحال على ما هو عليه جغرافيا تنهجها الحروب وشعب يرى الموت قدرا له وعليه أن يختار الوسيلة إما بالقتل أو بالجوع هذا هو الوجه المجمل لصورة الوضع الراهن أما في التفاصيل فلا تزال الاتهامات تتوالى تباعا في تحميل الميليشيا مسؤولية التراجع المخيف في الاقتصاد لعل آخرها تصريحات رئيس الوزراء بن دغر الذي خصص كلمته في مؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني المنعقدة في مدينة إسطنبول للحديث عن ما أسماها بالكارثة الإنسانية المروعة التي ألحقتها الميليشيا بحق أبناء الشعب متهما إياها باستنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد الأمر الذي تسبب في إحداث تراجع كبير للريال أمام العملات الأجنبية أزمة خانقة يواجهها المواطن الذي أصبح من الصعب عليه تأمين قوت يومه نتيجة الارتفاع الكبير والباهض الذي لحق بالمنتجات والسلاع الغذائية في وضع تتلاشى فيه سبل الحياة يوما بعد آخر